من حديث القاهرة النهاردة الأحد 21 نوفمبر 2021 خلونا نبتدي بالعزاء بنعز الأمة العربية كلها و بنعز مصر في وفاة الفنانة الكبيرة سهير البابلي اللي رحلت عن عالمنا بعد معاناة مع المرض النهاردة كان يوم قاسي و مؤلم لأهلها و محبيها سهير البابلي اسم كبير قدم الكثير في عالم المسرح و عالم الدراما التلفزيونية فبنتقدم بخالص العزاء للجميع ثم قبل و بعد و أثناء مساء الخير يا كلمة يا مساء الخير يا خيري بتمر أيامه تيجي أيامه و دايما بيرحل عننا ناس سابوا بصمات في حياتنا و طبعا كل أسرة حديث القاهرة و كل أسرة القاهرة و الناس بتتوجه لكل محبي و كل أهل الفنانة القديرة سهير البابلي أعظم من وقف على المسرح و أعظم من قدم أدوار مسرحية علاقة في الوجدان ليهم كلهم خالص التعزية و لأنفسنا كمان